موسيقى أهلا بكم مشاهدي ميسات نيوز في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم ونبدأ معكم بأهم العنوين الرئيس محمد مرسي يؤكد أن قراراته ليست موجهة ضد أشخاص ولا مؤسسات وتهدف إلى مصلحة الوطن موسيقى مصدر عسكري ينفي وجود ردود أفعال سلبية بالجيش لتغييرات قياداته ويؤكد أن هذا تم بالتشاور موسيقى من العنوين إلى التفاصيل قال الرئيس محمد مرسي إن القرارات التي اتخذها بالأمس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة قيادات الجيش العليا إلى التقاعد ليست موجهة إلى أشخاص أو لإحراج مؤسسات وأكد مرسي إن ما اتخذه من قرارات تهدف إلى مصلحة الأمة المصرية وليس هدفها الإساءة لمؤسسات أو أشخاص وأشاد مرسي بدور القوات المسلحة وتوجه بالشكر والعرفان إلى رجالها وطلب منهم التفرغ لحماية الوطن متعهدا برعاية القوات المسلحة والشرطة ودعم دورهما في إرساء الأمن وتعزيز الاستقرار وأشدد مرسي على أن الحملة في سلاء لن تكون أبدا ضد الشرفاء من أبنائها وإنما هي ضد المجرمين الذين دمروا وقتلوا وسفكوا الدماء شكر والتقدير والعرفان لأبنائي لإخواني للرجال الكرام في القوات المسلحة أريد لهم الخير كل الخير أريد لهم أن يتفرغوا لمهمة مقدسة لدينا جميعا وهي حماية الوطن بل حماية الأوطان أريد لهم القوة الفاعلة وأريد لهم الإرادة الماضية وأريد لهم علو الهمة ومهارة الأداء والقدرة على اتخاذ القرار والاستقلالية فيه أرعاهم ما رعيت هذه الأمة بتوفيق الله عز وجل فهم في القلب مني ومنها وما أبدا أقصد بما اتخذت من قرارات كما قلت أن أهمش أحدا أو أن أطغى على أحد أو أن أظلم أحدا أبدا كائنا من كان وإنما بكل الحب والتقدير نمضي معا لآفاق جديدة أكد مصدر عسكري أنه لا صحة لما يتردد من شائعات بشأن وجود ردود أفعال سلبية تجاه التغييرات التي حدثت بقيادة القوات المسلحة من إحالة المشير تنطاوي والفريق عنان وآخرين إلى التقاعد وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية عريقة تتسم بالمهنية والاحتراف وتظل دائما ملك للشعب المصري وفي سياق المتصل قال مساعد وزير الدفاع اللواء محمد العصار إن قرار الرئيس مرسي بإحالة المشير تنطاوي إلى التقاعد قد تم اتخاذه بالتشاور مع المشير ومع باقي أعضاء المجلس العسكري ومن جانبه قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء إن الرئيس مرسي يعترف بجهود المشير تنطاوي وزير الدفاع السابق وبالعمل الشاق الذي قام به خلال المرحلة الانتقالية وأضاف قنديل إن الرئيس يعترف بدور المشير في إصال البلاد إلى بر الأمان بعد طورة الخامس والعشرين من يناير مؤكدا إن خبرة المشير تنطاوي ستكون أكثر قيمة خلال عمله كمستشار للرئيس مرسي عاد الهدوء إلى ميدان التحرير بعد قيام آلاف المتظاهرين بالاحتفال بالأمس تأييدا لقرارات الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة عدد من قيادات المجلس العسكري إلى التقاعد ورفع مؤيد الرئيس الأعلام المصرية واللافتات المؤيدة له خلال احتفالهم الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ومن ناحية أخرى شاهد محيط قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية هدوءا صباح اليوم بعد انتهاء فاعليات الاحتفال الذي أقامه مئات من أنصار الرئيس تأييدا لقراراته الأخيرة وكثفت قوات الأمن المركزي وجودها بمحيط القصر المشكلين كردونا بشريا أمام بواباته كما شهد عدد من محافظات الجمهورية مسيرات تأييدا لقرارات الرئيس هذا وفي المقابل قام مئات من أنصار المجلس العسكري بالتظاهر مساء أمس أمام وزارة الدفاع احتجاجا على قرارات الرئيس مرسي الأخيرة كانت أعداد المتظاهرين قد بدأت في التراجع بعدما تدخلت قادة من قوات تأمين الوزارة وأكدوا للمتظاهرين أن المشيرة طاوي والفريق عنان قد غادروا الوزارة هذا وقد عززت قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي وجودهما بمحيط وزارة الدفاع وأغلقت الطرق المؤدية لها فيما وقعت اشتباكات بين أنصار المجلس العسكري والمتظاهرين وبعد صائق السيارات أنصار جماعة الإخوان المسلمين مما أصفر عن إصابة اثنين من أنصار العسكري وفي سياق متصل أشاد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بقرار الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل واستعادة سلطاته كاملة وحرصه على احترام القانون والشرعية الدستورية وأكد قنديل في بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء اليوم كامل احترامه وتقديره للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشير طنطاوي والفريق سامي عنان وقيادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة التي ساندت ثورة يناير كما أشاد قنديل بتولي قيادات شابة ذوي كفاءة علمية وعملية مناصب مهمة في هذا التوقيت وهو ما يؤكد حرص الرئيس على الدفع بدماء جديدة بالقوات المسلحة تعمل على الانطلاق بمصر نحو آفاق المستقبل الباهر ومن ناحية أخرى عقد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء اجتماعا اليوم لللجنة الوزارية الأمنية بحضور اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بمقر مجلس الوزراء واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع تقريرا حول جهود الوزارة في استعادة الأمن بالمحافظات وخطته في القضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة الخارجين عن القانون واستعدادات الوزارة لعيد الفطر وقال اللواء أحمد جمال الدين إنه تم تدعيم معظم المناطق السياحية وسيكون هناك مدرعات ومركبات جديدة للتأمين وأشار جمال الدين إلى أن نسبة استعادة الأمن تتحسن من يوم إلى يوم ناقش مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي اليوم عددا من القضايا والملفات المهمة على رأسها قضية تحقيق الأمن والأمان على الطرق المصرية وكيفية حلها واستعرض المجلس التقرير الذي أعدته في وقت سابق لجنة النقل والاتصالات والتكنولوجيا والذي يطالب بضرورة تشكيل كيان مؤسسي يتولى استراتيجية وخطط عامة لعلاج هذه الكارثة كما يطالب التقرير بوضع تشريعات صارمة متعلقة بالطرق وتفعيل دور المجلس القومي للسلامة على الطرق والذي من أهم واجباته دراسة أسباب حوادث الطريق نحن عندنا مشكلة في مصر عندنا مشكلة عندنا مشكلة في منظومة النقل عندنا مشكلة في الحواسي بتقعد طرق الناس اللي بتنون والناس اللي بتصاب وتقعد طعالك بعد كده على مدارة الصينيين وبيحصلوا على نسب عاجز ونسب عندنا مشكلة لكن هل المشكلة حلولها ازاي؟ احنا نجل ندور ايه المشكلة وحنحلها ازاي؟ المشكلة المرور منظومة النقل عامة دي منظومة من منظومات الخدمات اللي تحتاج موارد تتصرف عليها عشان تقدر تقدم خدمة للمواطن يستمر اليوم فتح مناء رفح البري لليوم الرابع استثنائيا في اتجاه واحد باتجاه قطاع غزة للسماح بعودة المعتمرين والعالقين الفلسطينيين إلى قطاع غزة كما تم السماح أيضا باستقبال المعتمرين الفلسطينيين اليوم بمطار القاهرة وكان معبر رفح قد تم إغلاقه بعد الحادث الإرهابي الذي استهدف الجنود المصريين برفح الأسبوع الماضي ثم تم فتحه استثنائيا من يوم الجمعة الماضي لعبور المعتمرين العالقين يأتي هذا في حين تستأنف القوات المسلحة عملياتها الأمنية بسيناء للقضاء على البؤر الإجرامية قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على قسم شرطة ثاني بالعريش الواقع على الطريق الدولي القنطرة العريش رفح مساء أمس دون إصابات وأكد شهود عيان أن مسلحين ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي بدون لوحات أطلقوا النيران على مبنى القسم وتصدت لهم قوات الشرطة والجيش وتبادلت معهم إطلاق النار حتى فروا هاربين وفي سياق متصل قتل الشيخ خلف المناعي من كبار قبيلة السوركة بشمال سيناء ونجله أيضا فجر اليوم على أيدي ملثمين أطلقوا النيران عليهم أثماء مرورهما بسيارتهما من ناحية قرية الخروبة على طريق العريش رفح الدولي من أخبارنا الاقتصادية حيث ربحت البرصة اليوم نحو ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون جنيه وسط إقبال متزايد من المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء يأتي ذلك في أولى الجلسات بعد قرار الرئيس بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان إلى التقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وعلى صعيد المؤشرات القياسية ارتفع المؤشر الرئيسي AGX30 بنسبة 1.51% فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة AGX70 بنسبة 1.11% وارتفع مؤشر AGX100 الأوسع نطاقا بمقدار 0.56% وإلى الأوضاع في سوريا حيث أفاد ناشطون سوريون بمقتل 57 شخصا اليوم برصاص قوات الأمن بينهم مواطنون أقدمت القوات النظامية على إعدامهم بريف دمشق فيما أعلنت لجان التنسيق المحلية السورية أن الجيش الحر نجح في إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام فوق دير الزور وقام باعتقال قائدها من ناحية أخرى أعلنت السلطات السورية مقتل عضو بارس في جماعة تعرف بجبهة النصرة للإسلام في دمشق وفي سياق متصل قال مصدر من المعارضة أن نائب قائد شرطة محافظة حمص العميد إبراهيم الجباوي قد انشق عن النظام وتوجه إلى الأرض أمس بحث وزراء دول مجلس التعاون الخليجي ووزراء خارجية عشر دول إسلامية في جدة بالأمس المستجدات في العالمين العربي والإسلامي خاصة ملف الحرب في سوريا وناقش المجتمعون كيفية وضع آليات وحلول تنهي الحرب الأهلية بسوريا وإلى جانب تطورات الأزمة في سوريا تناقش القمة أوضاع المسلمين في مياه نمار وغيرها من القضايا التي تهم العالم الإسلامي ويهدف المؤتمر إلى إيجاد تحرك دبلوماسي موحد في مواجهة تصارع التطورات السياسية في العالمين العربي والإسلامي ومن ناحية أخرى كان قد تأجل بالأمس اجتماع وزراء الخارجية العرب والذي كان من المقرر أن يناقش الوضع بسوريا وإلى آخر تطورات الأوضاع في إيران حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين الذين ضرب شمال غربي البلاد أول أمس إلى ثلاثمائة وستة قتلى وخمسة ألاف مصاب وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون عن حزنه العميق لفقدان مئات الأرواح والعديد من الأصابات والدمار إثر الزلزالين وقدم بان كيمون خالص تعزياته إلى شعب وحكومة إيران مؤكداً أن الأمم المتحدة تقفوا على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات في الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الماسة الناجمة عن الكوارث كما أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وتركيا عن خالص تعزياتها إلى الشعب الإيراني ونختتم جولتنا الإخبارية لهذا اليوم معكم بأخبار الرياضة حيث ودعت لندن منافسات دولة الألعاب الأولمبية بعروض موسيقى البوب البريطانية في حفل الختام الذي أقيم مساء أمس وبحفل الختام يصدل السطار على أكثر من أسبوعين من الأولمبيات التي انتهت باحتلال الولايات المتحدة قمة جدول الميداليات برصيد 46 ذهبية هذا وقد احتشد ثمانية ألاف متفرق بالاستاذ الأولمبي لمتابعة حفل الختام وبعد حفل موسيقى بدأ الرياضيون الدخول إلى أرضية الملعب وتسلم الفائذون بصباق الماراثون ميدالياتهم وقال جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للصحفيين إن الدورة الأولمبية كانت رائعة حقا واستطاعت لندن أن تحدث انتعاشة على صعيد الدورات الأولمبية موسيقى 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 وبهذا نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم شكرا لكم وإلى لقاء آخر موسيقى 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 اشتركوا في القناة